في تقرير مقلق بدرجة غير مسبوقة كشفت منظمة إغاثة إسبانيا عن وفاة أزيد من 4400 مهاجر غير نظامي غرقا في عرض البحر الأبيض المتوسط خلال العام المنقضي أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا رقم يمثل ضعف عدد من لفظهم البحر خلال 2020 وثلاثة أضعاف الرقم الذي أحصته المنظمة الدولية للهجرة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 المفوذية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قدرت من جهتها نحو 1600 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر المتوسط أثناء محاولتهم العبور نحو أوروبا خلال العام الماضي أما بحر المونش فشهد مأساة تسببت في حدوث أزمة غير مسبوقة بين فرنسا وبريطانيا التي تبادلت الاتهامات حول سياسة الهجرة الأوروبية بالموازات مع ذلك يقول مراقبون أن المغرب أصبح محطة انطلاق وعبور رئيسة نحو أوروبا للكثير من المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا عبر الصحراء الكبرى وهو الأمر الذي يدفع بالدول الأوروبية للعمل على تعزيز حدودها والبحث عن طرق لردع النازحين عن التوجه نحو أوروبا فيما تتهم الدول الأوروبية الحكومة المغربية بأنها المسؤولة في المقام الأول عن تسهيل الهجرة مطالبة إياها بمراقبة حدودها الخارجية لإيقاف تدفقات اللاجئين غير القانونيين نحو أراضيها